بظله الثقيل ينعكس المشهد الأفغاني على العراق من حيث التشابه في هوية المحتل وظروفه مع اختلاف بسيط بتدعيات الاحتلال على كل البلدين الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان أثار موجة من التساؤلات عن مصير القوات الأمريكية في العراق وسوريا فجاء الرد الأمريكي الواضح لن ننسحب من العراق وسوريا فالمصالح في البلدين تختلف عما هو في أفغانستان ميليشيات الحشد وإن كانت بالعموم غير منزعجة من الوجود الأمريكي في العراق بحيث لم يمنعها هذا الوجود من الهيمنة على الدولة والتحكم بمنفاصلها وتسخيرها بما يخدم المصلحة الإيرانية إلا أنها تريد الساحة العراقية كاملة تحت سيطرتها شكلا ومضمونا دون وجود أمريكي يؤرقها فيما لو ساءت العلاقة بين أمريكا وإيران أكثر من المعتاد ووصلت الأمور بينهما إلى مرحلة الصراع العسكري المشهد الأفغاني كان فرصة لإيران التي بدأت تنظر باستقلال الدول وذم الاحتلال فبدأت تغازل طالبان وتابعا للمواقف الإيرانية تكون مواقف زعماء الميليشيات الحشد فهم أنفسهم من كانوا يعتبرون طالبان حركة إرهابية أصبحوا يسمونها حركة تحررية كما قال بذلك فارح الفياض متناسيا أن الفارق الواضح بين هوية الميليشيات وهوية طالبان أن الحركة انطلقت من مبدأ استقلالية البلاد عن المحتل وليس كما تفعل الميليشيات بالمطالبة برحيل محتل لخدمة مصالح محتل آخر التصريح الأمريكي حول البقاء في سوريا والعراق رسالة واضحة لإيران مفادها أن ساحة الشرق الأوسط لن يتم إخلاؤها بشكل كامل فالوجود الأمريكي في هذين البلدين بغض النظر عن مصالح واشنطن هو جزء من حملة الضغط على إيران وإبقائها تحت الرقابة الإقليمية الانسحاب الأمريكي من العراق هو مطلب وطني يشترط فيه البحث عن الاستقلال بعيدا عن الاستفافات الإقليمية وعقلية التبعية